نشرة الأخبار من صوت لبنان أهلا بكم إنه الترقب لمخاطر التصعيد جنوبا خوفا من الانزلاق إلى وضع لا تحمد عقبه يذكيه التهديد الإسرائيلي الجديد على لسان يسرائيل كاتس من أن بلاده لن تصبر لفترة أطول من أجل الوصول إلى حل دبلوماسي على الجبهة اللبنانية إنه الانتظار لما ستقول إليه أعمال اللجنة الخماسية وحراك الدبلوماسية في تحريك ملف الرئاسة العالق بتعنت قوى الممانعة وهو أمر غير محسوم طالما ليس من موعيد في الأجندة الرئاسية إنه الخوف من الفوضى العارمة في ظل الإضرابات التي شلت المرافق العامة في الدولة وفي البلد يتيحها التخبط الحكومي وغياب الرؤية في معالجة القضايا المطلبية للقطاع العام والعسكريين المتقاعدين